بعكس المندوب الفرنسي بل إن هذا في مجلس لمل بل إن لفروف وزير الخارجية الروسي بعد مؤتمر فرنسا قال نحن يعني هذا تاريخ مصطنع أنا قرأته بنفسي التصريح 24-12 قال هذا تاريخ مصطنع ونحن يعني مع القول لتأجيله وكذا لماذا الروس؟ لأنهم خايفين من هذه القضية أن يأتي شخصية مدعومة أمريكيا ويلتف حولها الناس فتصبح مشكلة للروس ماذا فعلوا الروس؟ أخرجوا لهم السيف القدافي وكانت مفاجأة من العيارة التقية نعم قنبلة قنبلة كانت قنبلة في الداخل والخارج حتى الأمريكاني ممكن يكون عندهم علم به لكن أن يخرجوه للانتخابات فكانت هذه حقيقة مفاجأة للداخل والخارج حتى لخليفة حفتر حتى لخليفة حفتر ولذلك خليفة حفتر أكبر منافسي السيف القدافي أنا قلت لك لماذا إحنا استطردنا من البداية؟ أنا قلت لك معسكر الكرامة كان يشمل فريقين فريق أطباع النظام السابق عداوة لفبراير وفريق الكرامة الآن لما خرج السيف كل الأنصار النظام اللي كانوا مع خليفة حفتر انضموا لسيف القدافي كل أنصاره انضموا لي فصارت ليبيا الآن ثلاث معسكرات لذلك مجموعات محسوبة على حفتر الآن في سبها تحاصر المحكمة حتى تمنع تمنع النظر بالطعون لتخدمها محامي سيف في القدافي نعم تمنع النظر بالطعون فلذلك الآن أقول أنه أنت سألتني قبل قليل تقول هل ترى أن الانتخابات أنا أقول لك العوامل في الداخل والخارج يعني المشاهد هو الذي يحكم الإرادة الأمريكية بقوة تريد الانتخابات للأسباب التي تفعلها والفرنسية والفرنسية ومعها الأوروبيين طبعا تريد الانتخابات لإخراج الروس وليعادة بسط السيطرة على ليبيا كاملة غربي المعسكر الغربي الروس لا يريدون الانتخابات وأظن حتى الأتراك أنا لا أدري يعني ما ظهر لي شيء واضح ولكن أظنهم أيضا هم لا يريدون الانتخابات وأما في الداخل الليبي فالناس ترى الآن الأياد كلها على الزنات يعني لو ترك الليبيون لشأنهم لقامت الحرب من اليوم بمجرد الطعن في خليفة حفتر ولا الطعن في تبيبة لا أفشل الانتخابات